بمناسبة المواقف العجيبة اللي تعرضت الله السنة دي زعلان على بيرامدز زعلان انت مش موجود انت وكابتر ده مشروعكو يعني او انتو الشغل اللي اتعمل دلوقتي او اللي بيحصل في بيرامدز دلوقتي والحالة الحلوة اللي فيها بيرامدز طبعا يحصل لجهاز الفني الحالي بس انتو كان لكو جزء كبير في مونة جديد لبرامد طبعا يعني الواحد زعلان جدا مش عشاء لكن هو طبعا نصيب لكن في الاول وفي الاخر هي اول سنة بفضل الله من اول ما بيرامز اتعملت تمشي بالشكل ده في بداية السيزون وديت من الحاجات الكويسة لان احنا التعامل مع اللعيبة وازاي انت التعامل مع اللعيبة كبار لان انت عندك هناك عندك ما يعادل منتخب مصر يعني اللعيبة هناك ولعيبة كلها بصراحة لعيبة محترمة فانت مشروع كان مشروع من الحاجات الكويسة جدا انت سيبت فرقة كبيرة يعني انا مش عشان انا ما كنت بمرن بيرامز لكن بقول هي فعلا هنقول هنقول تلت فرقة في مصر هما افضل تلت فرقة بس بيرامز عندها ما يخليها تاخد بطولة فعلا بس اللعيبة تصمم شوية او اللعيبة بس تبقى عندها فعلا عزيمة من جوان هما فعلا عايزين ياخدوا بطولة اللي غير بيرامز الفاطر انتش تغلتوها مع بيرامز اللي غير بيرامز السنة دي عن تلت سنين فاتوا يعني في بنامج السنة دي وانا قلت الكلام دايما انه تحس السنة دي لا انه فريق بطولة دايما كان عنده لعبين رائعين بس ما تحسش انه فريق بطولة والله هي البداية البداية والتنظيم طبعا وان التعامل اللي كان تنهاب مع الشغل اللي كان بيحصل مع بعض اللعيبة فردي مع اللعيبة نفسها مع حمل منتظم بالنسبة للعيبة مع تعامل كبير مع اللعيبة حاجات كتيرة برضا كريم ما اش هادر اخش فيها لكن الراحة النفسية بتاعت اللعيبة للمدرب اللي هو بيشتغل معاهم قناعة حاجات كتيرة بقى بتحطها جوه النظام بقى حط بقى النظام بقى جوه الشغل نفسه فبيجي تكييز دلوقتي ما بيلاقيش بيلاقيش تعب لان اللعيبة خلاص هم حافظين وفي نفس الوقت انت بتحط بقى الحاجة اللي تخص تكييز على الشغل بتاعه فبيلاقي الدنيا سهلة يعني مع في الامر طيب كان بيتقال دايما في البرامنز انه الفريق في كل اللعب بيعمل له عايزه اللعيبة بتاخد حرية على الاخر اللي بيجيب راحته واللي مش عايز اللعب ما بيلعبش واللي بيزعل بيزعل واللي بيسب بيبسد كنت بتسمع انت اكيد كنت بتسمع الكلام ده من برا لما دخلت جوه انا كنت بسمع الاوضة والاوضة مش انا بقولك لعيبة محترمة بجد يا كريم انا تعملت مع لعيبة لعيبة محترمة جدا بيتعاملوا اسماء كبيرة هيظل ان في بعض المشاكل بتحصل كل الفرق اللي في العالم وحاجات فردية اخد بالك مفيش حاجة جماعية عندهم كبير بيسمعوا بيجيب عبدالله بيبقى موجود شريف احمد فتحي فالناس بتسمع للناس الكبيرة برضو لما يبقى في مشكلة لكن في الاول وفي الاخر انا بقولك هما لعيبة كبار يعني دي قال لي كلمة اقولها هما لعيبة كبار جوه القوضة فبيتعاملوا ان هما لعيبة كبار وبيتعاملوا با انا ما شفتش حاجة بصراحة خالص يعني الحمد لله فضل الله الست شهور اللي احنا شغلناهم فعلا تبقى مبسوط وانت شغال مع اللعيبة دي يا كريم تانية حاجة ما فيش حاجة ولا انت اللي بتحط النظام اللعيب اللي بيلعب فرد دوت هو بيلاقي السلوك اللي يشتغل به جوه الملعب حتى في النظام في اشكال اللعب المختلفة اللي بيلعب فيها هو اللي بيلاقي الكلام ده او المدرب ما بيحاسبهش على حاجة معينة فبياخد حريته في الكلام ده لكن بعض الحاجات انت بتسيبها للعيب اكيد طبعا لازم تسيب له بعض الحاجات جوه الملعب اللي تصرف فيها ما يخدم الطريقة اللي انت بتلعب بيها ما فهاش مشكلة